موسيقى كنا نحب بكم كلكم مشاهدينا لك تشاهدوا معنا برنامجكم دوقف الطبيعة مشكلة القشرة يمكن يكون كابوس عند الكثير من الناس فهي تحرجهم ويقدرون لا يعرفون العلاجات ديالها وكذلك القشرة عندها أسباب عديدة ولهذا معنا الباحث في الأعشاب الطبية النادرة في المغرب ومستشعى للهيئة المغربية للمواد الطبيعية محمد زين الدين بارك الله وفيك الله يجزيك بخير لذلك نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي تجعل الناس يكون لديهم القشرة الفراسية لهم الأسباب إن شاء الله رحمه رحمه هي أول سبب وهذا الكلام الذي نقول يمكن أن بعض الناس لا تسبق أنهم سمعوه الأسباب وعلى العلاج إن شاء الله وعلى الاحتياط لكي يحاولون أنهم يبعدون من بعض الحويج لأنهم يسببوا مشكلة القشرة والتساقط الشعر الأسباب هي تكون مشكلة خلال في الهرمونات أو لكي يكون مشكلة في الماء الماء يسبب لنا القشرة وكين المشكل الآخر هو المهم بزاف هو التنظيم في الأكل يعني الأكل يكون طبيعي قدما كان الأكل طبيعي قدما يكون للشعر والجسم يكون في صحة جيدة هذا هو المشكل الرئيسي ولكن الذي سنركز عليه في هذه المشاكل الكاملة وهو التغذية لأنه عندما كانت تغذية سالمة سيكون الهرمونات مقادلين ويكون الإنسان بصحة جيدة وليس يسبب لنا في تساقط الشعر والرجع لكل ما هو طبيعي يعني كل حاجة التي كانت في الأجداد كانوا يفعلها هي اللي خاصنا نرجع لها إن شاء الله رحمه الرحيم ونبعده من المشاكل 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 التي تقوم بها مثلا المشاكل 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 ويجعل الشعر يكون طبيعي هذه هي الأسباب التي تسببها تساقط الشعر كذلك كان واحد سؤال ما هي القشرة تسبب رأيها بالنسبة للقشرة لا تسبب رأيها لكن إنسان ينقي وهي ديما وهي بالنسبة للغسيل ديال الشعر لأن أنا كان هدر بلدي ما كان هدرش بالغسيل ديال الشعر لا يحتاجه أن يكون كثير من جوجد المرات في الأسبوع هذه هي جوجد المرات الماكسيمو يحتاجه أن يكون مرة من الأحسد لماذا؟ لأن عندما تكون البكتيريا تتحيد لنا من الشعر التي تحافظ على الشعر ثم يتسبب مشكلة القشرة ويحاولون أن أكثر الناس الذين عندهم القشرة يحاولون أن تدلوا الماء لأن الماء يساهم في هذا المشكل بحكم كنت في خارج المغرب في فرنسا ويكتشفت أن الماء يسبب تساقط شعر تسبب القشرة في الشعر هنا كنا نعرف بأن الماء تبدل بحل دبا الناس اللي في البادية لم يغسطوا شعرهم بزاد لقد وجدت في الجبال كالنساء ديال الجبال لا تساقط شعر و لا تساقط شعر بحكم الماء عندهم طبيعي هذا هو اللي لاحظة الملاحظة اللي لاحظة في تساقط شعر أو بالنسبة للقشرة ما هي الوصفة اللي موجودة للمشاهدي الوصفة اللي غادي نعطي اليوم إن شاء الله كنين وصفات ولكن غا نكتافي بهذا الوصفة هذه باش يتبعوها النساء إن شاء الله حتى الرجال أنا كندر وصفات اللي هي كانت تكور ديما الوصفة غادي ناخده على بركة الله تمنياد الفصوص ديال التومة ما اللي كان قوله تمنياد كان قوله لا دوز يعني ما نفوتوش لا دوز ما نفوتوش العدد وناخده إن شاء الله تمنياد الفصوص ديال التومة نهرمشوهم زيان أو لا نحكوهم أو لا نهرسوهم أو لا كيف يقول الطريقة دياله تمنياد الفصوص يكونوا كبار يعني الفص ما شي هو الكركوبة الفص هو الفص واحد يعني كل واحد كيباش يقول لي فص واحد هدو كننهرسوهم كنديروهم في زيت العود زيت العود إلا كان خالي من الملح أحسن ما كانش مشي مشكل كتدير فيدوك تمنياد الفصوص ديال التومة كتتخليهم تتخليهم خمسة عشر يوم كل الصباح تنوضل السيدة في الصباح وتحرك القرعة مزيان تكون قرعة محكمة الغلق الزيج تتخلط تحرك مزيان يوميا وتتخليها مدة 15 يوم تبقى تشقق بها شعرها جوج المرات في الأسبوع كما قلت ايما مرة ايما جوج المرات مل أحسن مرة في الأسبوع وتنظم الأكل دياله تشقق شعر دياله تخليها ثلاثة سواء وتغسل شعر دياله هذا هو الطريقة التي ستتبعها إن شاء الله من بعد سنعطيه وصفات أخرين نحن كتافيه بهاد الوصفة هذي لن يخلطيه إذا أعطيه ربعة أو خمسة الوصفات سيبدأون الناس يتنقلوا هذا هو المشكلة واقع في المغرب أننا نريد العلاج بسرعة العلاج لا العلاج يريد دقة دقة مهم تدير هذه الوصفة أي سيدة إن شاء الله رحمه 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 تبعد من المواد الحافظة المواد الكيموية التي تدير الشعر إن شاء الله رحمه 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 بسدام الذي نقول في المكلات الطبيعية هي الحسوة في الصبح وممكن أن نخرج في السمبة أو زيت العود وتضيطات الغوبة وعلى كلية عصب سيكون للأكثر ويسركون بحثوا إن شاء الله رحمه 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 الى علاج من المواد الحافظة مهم أن سيدة تنقل imagem upon ملاد الحافظة أJOين السادة و примерно للأن زيت العود وثمانية الفصوص الثومة فقط بدون ما تدير زيوت من ما كان من أمكين أخرى دقينا موجود هذا بالزيوت الزيوت اللي كنصح أنها تدير غير زيت العود كافي فقط دير مع ثمانية الفصوص الثومة تحرك مزيان كل صباح تشقق بشعارها مليت فوت 15 يوم وخيفو التشهرين تلت شهر تشقق بشعار ديالها مزيان تخليها ثلاثة سواء وتغسل إن شاء الله رحمه رحيم مرة في الأسبوع حتى الجوج مرات في الأسبوع هذه التبعاء ستعطي نتيجة 100% ولكن من بعد شهرين أو ثلاثة شهر ستبدأ شعار طالع يعني مراد المصفى لا تبقى عندها القشرة في شعار لا تبقى لأنها تغدى شعار كما قلت لا تنظيم في الأكل إلا كلين الخص لماذا قلت لك نخليه حلقة لأنها لا تكفى الوقت إلا كلية المرأة السيدة تحيد الأشياء في الليل وتأكل لي صلاة بالخص تركز على الخص والفجل لأن الفجل يقادل زغمهم تأخذ غير لي صلاة في الليل وتنعس تنظب صحة جيدة وتكون بخير وعلى خير إذا كنشكرك لتلبية الدعوة وحضورك معانا محمد زين الدين وتقديمك للمشاهدين ديالنا بعض النصائح التي تهمهم إلا كانوا كيعاني ومن القشرة في الشعار إن شاء الله رحمه 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 ومازال مستعد أن نعطي أكثر وأكثر إن شاء الله رحمه 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 أنا سأرى إشارتكم في أي وقت تعيطوليا إن شاء الله رحمه 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 إذا المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم دوك في الطبيعة أتمنى تكونوا استفتوا معنا موعدة جديدة بكم في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة